صفحة مليئة بالأحداث والتحولات في المملكة المتحدة طويت بوفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ البلاد وما أن انتهت مراسم جنازة ودفن الملكة وتنصيب ابنها تشارلز ملكا حتى سمعت المخاوف عن مستقبل المملكة بعد غياب واحة الاستقرار وتبادرت إلى الأذهان أسئلة عديدة منها كيف استطاعت أليزابيث الثانية أن تبعثت طمأنينة في نفوس مواطنيها لسبعة عقود وهل سيستطيع الملك الجديد ملع الفراغ الذي تركته خلفها ولماذا حزن البريطانيين مضاعف على رحيل ملكتهم إليكم القصة باختصار بعد وفاة الملك جورج السادس في السادس من فبراير عام الف وتسعمائة واثنين وخمسين ورثت العرش ابنته إليزابيث التي كانت تمتلك مسبقا قاعدة جماهرية واسعة فخلال الحرب العالمية الثانية وصل خطابها الإذاعي الأول الذي طمأنت فيه أطفال بريطانيا إلى كل البيوت في المملكة كذلك قدم انضمامها في عام 1945 إلى الخدمة الإقليمية الاحتياطية لمحة عن عملها التطوعي ووقوفها جنبا إلى جنب مع الشعب ظلت إليزابيث قريبة من مواطنيها بعد أن توجت بشكل رسمي وعلى رغم أنها لا تتدخل في الشؤون السياسية باعتبار أن نظام الحكم في المملكة ملكي دستوري فإنها اعتمدت لقاء الرؤساء وزرائها بشكل أسبوعي لتبقى على اطلاع بالمستجدات ولتتبادل معهم الأراء والمقترحات ولربما لعب المناخ السياسي الدولي دورا في تقدير الملكية التي تمثلها هي إذ أن بريطانيا في ذلك الوقت كانت قد خرجت منتصرة للتو من الحرب العالمية الثانية وكان لها ممتلكاتها وكثير من الدول التي تتبعها وما كان من إليزابيث إلا أن رسخت قيادة التاج البريطاني لتلك الدول التي تعرف باسم اتحاد الكومونويلد من خلال زيارتها إليها إضافة إلى أنها وطدت نفوذ بلدها عبر زيارة تاريخية مع دول خارج الاتحاد مثل زيارتها غير المسبوقة إلى ألمانيا عام 1965 على الصعيد الداخلي سبق توليها الحكم قيام حزب العمال الذي كان قد وصل إلى السلطة عبر الانتخابات بعد الحرب بتأميم قطاعات اقتصادية وصناعية هامة مما مهد إلى قفزة معيشية بالغة الأهمية استمرت لعقود عينت إليزابيث خلالها 15 رئيسا للوزراء بدءا من وينستون تشيرشيل حتى ليستراز وهكذا ومع مرور الزمن وعلى رغم أن التاجة قد اهتز معها أكثر من مرة استطاعت أن تبني لنفسها صورة باتت ترمز لدى رعاياها إلى الملكة الأم التي يوحي وجودها بالثقة والطمأنينة لكن وللأسف اليوم الوضع مختلف والصورة قد تلاشت بموتها ولم يبقى أمام البريطانيين سوى تركة اقتصادية مثقلة بالركود وارتفاع الأسعار وفقر الوقود والتضخم الذي تشير التوقعات إلى استمرار معدله إلى مستوى 13.1% في العام الحالي فيما سيتراجع النمو إلى أدنى مرتبة في المجموعة عام 2023 الأمر الأكثر قلقا أن ملكهم الجديد لا يملك شعبية وليدته نفسها فقد أثرت خيانته لأميرة القلوب دايانا مع كاميلا الملك القرينة الحالية في صورته لدى البريطانيين إلى الأبد وبالتالي لم يعد هناك سبب يجعلهم يمتصون الأزمة الحالية ويتغاضون عثيق لوطأتها تهديد آخر يواجه التاج البريطاني وهذه المرة يخص ديمومة دول الكومينورث التي يقودها فها هي كندا بدأت تناقش أهمية بقاء النظام الملكي وسط معرضة 67% من الكنديين أن يصبحت شارلز ملكا على كندا بخاصة أن زيارته إلى البلاد في مايو أيار الماضي مرت من دون أن يلاحظها أحد تقريبا على نهج كندا يتوقع أن تسير جامايكا بعد أن أعلنت صراحة قبل أشهر نيتها الانسحاب من الاتحاد لتصبح جمهورية مستقلة وهو ما تطرقت إليه الصحف العالمية التي لمحت إلى أن جميع دول الكومينورث تقريبا ستقرر المصير ذاته في اسكتلندا أيضا يجدد رحيل الملكة النقاش المحتدم حول استقلال هذه المقاطعة البريطانية في ظل زيادة شعبية الحزب الوطني الأسكتلندي المنادب الاستقلال والحاكم منذ 2007 وكانت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولاس تورغين قد أعلنت نهاية يونيو الماضي أنها تريد تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال في التاسع عشر من أكتوبر 2023 فستبحث المحكمة العليا البريطانية في هذا القرار في الحادي عشر من أكتوبر المقبل فهل يسمد شارلز الثالث أمام كل هذه التحديات المنتظرة؟